التقيت وأعضاء مكتب المجلس الكرام وتشرفنا بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي الأهد رعاه الله في أول لقاء لمكتب المجلس مع سموه سمو الأمير وسمو ولي الأهد وكانت هناك العديد من التوصيات والتوجيهات والرسائل المهمة بل في غاية الأهمية كلها تصب في صالح البلاد والعباد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كأعضاء كرئيس وأعضاء لمجلس الأمة على تنفيذها وتطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي ملموس يستفيد منه المواطن وبالتأكيد أنا شخصيا وأخواني أعضاء مكتب المجلس سننقل كل هذه الرسائل والتوصيات المهمة إلى كافة أخواننا أعضاء مجلس الأمة إضافة لذلك الجلسة القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء الخمسة يناير وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تكون سنة جديدة فيها خير للكويت والكويتيين والعالم أجمع